اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين مستهلة بأبرز عنوينها بعد منظمة الطاقة الدولية اوبك تتوقع انهيار الطلب على النفط بمقدار 6 ملايين برميل كل يوم الرئيس اللبناني يشدد على وجوب تضمين الخطة الاقتصادية استرداد الاموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وفي النشرة ايضا الاسواق السورية تشهد عودة النشاط في القطاعات الانتجية الاساسية وسط اجراءات صرمة للسلامة العامة اهلا بكم توقعت منظمة اوبك انهيار الطلب على النفط هذا العام ووصول الاستهلاك العالمي الى 92 مليون و820 الف برميل يوميا بانخفاض غير مسبوق قدره 6 مليون و850 الف برميل كل يوم منقارنة بعام 2019 ومع الزيادة الكبيرة في المخزونات الامريكية يتخوف المستثمرون من ان تضطر مجموعة اوبك بلاس الى تعميق تخفضات الانتاج للحد من تخمة المعروض النفطي يشار الى ان كل من الكويت وقطر قدمت حسومات كبيرة على شحنات الخام اسوة بالسعودية بهدف تشجيع المستهلكين على الشراء وفق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ 25 دولة عضوا فيه من ضمنها دولتان عربيتان هما اليمن وجزر القمر وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الصندوق اوضح ان تأجيل المدفوعات سيكلف 213 مليون دولار ستدفع من حساب خاص انشأه لمواجهة الازمة وقال الصندوق ان تعليق خدمة الديون مدته 6 اشهر كمرحلة اولية على ان يتخذ قرارا مشابها بخصوص اربع دول اخرى على الاقل وكان العراق قد بدأ مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على اعفاء من الديون المترتبة على بغداد في ظل انخفاض ارادات النفط وفي حديث لصحيفة الصباح قال المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان العراق دخل فيما يسمى القوة القاهرة مع تراجع ارادات النفط التي تمثل 95% من اجمالي الارادات الحكومية وكذلك مع تعطل النشاط الاقتصادي واتوقع ان يكون للصندوق دور ايجابي من خلال تأجيل الديون او تبسيط الاجراءات عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الايتمانية النظرة المستقبلية للعراق من مستقرة الى سلبية عند درجة بي سلبي الوكالة قالت ان التعديل يعكس تأثير انخفاض اسعار النفط على الاوضاع المالية العامة والخارجية للعراق كما يعكس الضبابية المحيطة بخطة التمويل وقدرة البلاد على الاستجابة للازمة المالية الوكالة اشارت الاحتمال ان يتدهور المركز المالي الخارجي للبلاد بسبب المخاطر السياسية المرافقة للمخاطر المالية شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على وجوب ان تتضمن الخطة الاقتصادية استرداد الاموال المنهوبة والموهوبة والاموال المحولة الى الخارج الى جانب مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع عون قال خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء ان الخطة الاقتصادية يجب ان تترافق مع تحريق القضاء اللبناني وانتقد السياسيين الذين يتهجمون على الحكومة مشيرا الى انهم ارتكبوا مخالفات مالية وغير مالية اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم وطلب عون من خارج جدول اعمال الحكومة تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة فوافق مجلس الوزراء على تخصيص نحو 300 مليون دولار لهذه الغاية وكان مصرف لبنان قد اصدر تعميما اليوم يمنع بموجبه المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحويل النقدي الكترونيا ان تسدد قيمة اي تحويل النقدي وارد اليها من الخارج بالعملة الاجنبية ويلزمها بتزديده بالليرة اللبنانية حصرا وفقا لسعر السوق كما يمنع هذه المؤسسات ان تبيع من الوحدة الخاصة التي انشأها مصرف لبنان العمولات النقدي الاجنبية الناتجة عن تحويل الاموال من الخارج بعد ان سمحت الحكومة السورية بالسئناف العمل في عشرات المهنة الضرورية للعملية الانتاجية ولتحسين معيشة مئات الاف السوريين كيف يبدو المشهد على الارض في ضوء الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا محمد الخضر من دمشق الاف ورشات ميكانيكي وكهرباء السيارات وصيانة الالات الزراعية والاحدادة عادت الى العمل في سوريا قرار حكومي يدعم العملية الانتاجية وينعكس اجابا على الحياة المعيشية لمئات الاف السوريين مئات المحل عادت الى العمل في مدينة حوشبلاس الصناعية جنوبية دمشق حركة دوبة تبدد اياما من الاغلاق ضمن اجراءات حكومية في مواجهة انتشار كورونا ملامح ارتياح في مواجهة ظروف معيشية صعبة سمحونا ان احنا من الساعة اربعة من الساعة تسعة الصباح للساعة اربعة المساء الحمد لله ان احنا هلأ هون انا عندي خمس شغيلة وخمس عيلات فاتحين يعني عطلنا خمس عيلات هون الحمد لله هلأ وقت فتحنا يعني مشيت الامور صار والامور زابطة والحمد لله عودة محل اصلاح السيارات تاتي ضمن قرار حكومي اتاح لعشرات المهن الاستمرارة في العمل بعد اقتراح قدمه اتحاد الحرفيين السوريين بشروط الالتزام بالوقاية الاحترازية لمنع انتشار الوباء الموافقة للجنب الكامل على مقترحات الاتحاد العام التي تضمنت الحرف والمهن التي يتطلب استمرار عملها خلال هذه الفترة والتي تعتبر هي مخدمة لخطوط الانتاج دراسات اكاديمية اقدرت الخسائر الاقتصادية بارقام ضخمة دعوة الى الاخذ بمسارين استمرار الجاهزية الطبية والصحية واستعناف متدرج للنشاطين العام والخاص خسائر التي ضربت اقتصاد السوري اصابت حوالي 40% من مكونات الاقتصاد السوري بنسبة قد تكون النظف اي نحن نتكلم عن حوالي 20% من اجمال ناتج المحلي تضرر جراء الجراءات الاحترازية المرتبطة بالتصدي لفيروس كورونا مواجهة كورونا في سوريا تحمل خصوصية فرضتها العقوبات الدولية على الاقتصاد السوري وقائع تجعل مهمة الحكومة بارقة الدقة وتوازن بين مواجهة الوباء والحفاظ على معيشة السوريين محمد الخضر دمشق الميادين اعلنت وزارة المالية المصرية مجموعة قرارات واجراءات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ابرزها زيادة الاستثمارات الحكومية بستمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار اضافية لتوفير فرص عمل جديدة سداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين صرف مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية من دون ان يقدموا شهادة بموقفهم الضربي طوال فترة ازمة كورونا ثمنت بكين اتفاق المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين على نهج منصق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الاشد فقرا بدءا من اول ايار مايو حتى نهاية هذا العام وكان وزير المالية السعودي قد اعلن ان دول المجموعة قررت تخصيص سبعة ترليونات دولار لمواجهة دداعيات كورونا وان قرار تعليق المدفوعات يشمل جميع دول مؤسسة التنمية الدولية التي عليها سداد مدفوعات اصل الدين والفوائد لصندوق النقد والبنك الدوليين خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنتج المحلي الاجمالي لمجموعة العشرين خلال هذا العام بنسبة الثيني في المائة فاصلة ثمانية مع توقعات بان ينمو ستة في المائة فاصلة واحد في العام المقبل وبحسب الصندوق فان ايطاليا ستتصدر دول مجموعة العشرين الاكثر انخفاضا للنتج المحلي بنسبة تسعة في المائة فاصلة واحد تليها اسبانيا بنسبة ثمانية في المائة والولايات المتحدة بنسبة خمسة في المائة فاصلة تسعة فيما سيبلغ الانخفاض في الاتحاد الاوروبي ككل سبعة في المائة فاصلة واحد هذا ودعا رئيس المجلس الاوروبي تشارز ميشيل الى تطوير استراتيجية اوروبية للاستثمار ممثلة لخطة مارشال للتعافي من الازمة الاقتصادية النجمة عن تفشي فيروس كورونا وكانت المستشارة الالمانية انجلا ميركل قد اعلنت ان الفيروس وضع الاتحاد الاوروبي امام اكبر اختبار له منذ تأسيسه فيما ابلغت رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستين لاغارد رؤساء دول الاتحاد الاوروبي وحكومتها ان تراجع النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي الى تقليص حجم الاقتصاد الاوروبي بنسبة خمسة في المائة وبان البنك الاوروبي يتأهب لانكماش كبير في اقتصاد منطقة اليورو لا نزال في عين الاعصار وعلى رغم من رصد مؤشرات مشجعة في الاسابيع الاخيرة على صعيد الارقام في اسبانيا ايطاليا المانيا فرنسا والسويسرا فان عدد الحالات المعلنة خلال الايام العشرة الاخيرة في اوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون وهذا يعني ان نحو خمسين في المائة من الاصابات بفيروس كورونا مسجلة في هذه المنطقة اعلن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اورشكين ان بلاده تتجه لانفاق نحو 27 مليار دولار على برنامج مكافحة ازمة فيروس كورونا يذكر ان روسيا فرضت اجراءات العزل العام في موسكو ومناطق اخرى للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة اكثر من مائتين وثلاثين شخصا في مختلف انحاء البلاد بادلت مصارف امريكية الى تخصيص مليارات الدولارات لتغطية مبالغ كبيرة لقروض لافراد وشركات تتوقع تعثرها ووزعت رسالة مفادها ان الاسوأات في ظل تراجع الاقتصاد الامريكي بسبب تفشي كورونا وخصص بنكو اوف امريكا اربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار وهو اعلى مبلغ منذ عشرة اعوام يشمل مليارا ومائة مليون دولار لقروض الشركات غير المسددة بينما خصص تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون دولار تحسبا لتخلف بعض العملاء عن السداد اما سيتي جروب فوضع سيناريوهات داخلية مختلفة تفترض وصول معدل البطالة الى 15% وانكماش الاقتصاد بنسبة 40% هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة